دكتور دينا محسن مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات والمتخصصة في هذا الشأن مساء الخير يا فندي مساء النور على حضرتك هستأذنك بس لو نعلي الصوت خلنا يعني حاضر يا فندي يعني حضرتك شايفة انه معرفش انا دايما بحس انه الاشقاء اللي بين لما بيجتمعوا في مصر بيوصلوا نتائج كبيرة جدا وبينطوا لقدام عن الاجتماعات اللي بتبقى في دول اخرى يعني بداية كده موافقاني على الفكرة دي ولا ايه بالتأكيد يعني ده شيء واضح للجميع شيء واضح للعيان وللمهتمين بالشأن الليبي وللمتابعين للقضية الليبية او الازمة الليبية ان مصر بتقوم بدور تاريخي يعني بتقوم بدور فعلا سيخلده التاريخ يعني ليس فقط من اجل الشهو الاعلامي او الشهو الدولي ليس فقط من اجل المصالح شخصية مصر ليس لها اي مصالح شخصية ذاتية في ليبيا ولا حتى عشان فكرة التأمين الحدود ولا احنا بنحاول نصلح بنحاول نصلح ما بين فرقاء بنحاول يكون فيه تقدم في العملية السياسية في ليبيا ده يعني خوفا على الشعب الليبي ده حبا في الشعب الليبي والحقيقة كمان يا دكتور لما مصر بتضمن تخوف معين عند فصيل ضد الآخر فعلا ده بيتحقق وده بيدي فرصة وبيسهل ايه اهم المخرجات اللي طلعنا بيها من 12 ل 26 صحيح يعني طبعا حضرتك عارف ان يعني الجوالات الماضية الخاصة بالمصار الدستوري اللي انعقدت في القاهرة يعني كانت جوالات مبشرة كان فيه تقدم ملموس ليس بالشكل المأمول اللي هو الشامل والكامل لان العملية الشاملة والكاملة للاتفاق السياسي وللتوافق على القاعدة الدستورية واستكمال مواد الدستور وتجنب المواد الخلافية انه ده يحدث في بضعة شهور فده امر شبه مستحيل حضراتك بديتكلم في عشر سنوات من الانقسام والفروض والتدخلات او اكثر كمان من عشر سنوات فبالتالي يعني ده تقدم كبير جدا اه مش بشكل كامل ولكن تقدم كبير جدا الى الامام فبالتالي الجولة الثالثة للمصار الدستوري اللي كانت في القاهرة تم الاتفاق طبعا على بعض المواد اللي كانت بتشكل خلاف او كانت محل خلاف ودي مواد مهمة جدا يعني او نقاط مهمة جدا اللي هي خاصة بالانتخاب وصفة المنتخب والمتقدمين للانتخابات الرئاسية وما الى ذلك وسنو الله يخليك يا دكتور علشان ما رجعلناش ازناب النظم السابق بنعناية فبالتالي بنتكلم مثلا عن الصفة العسكرية يعني اللي هيتقدم او يترشح لمنصب الرئيس لازم يتخلى او يتقين نهائيا تمام من المصاري العسكري او يمتهنها الصفة العسكرية بشكل عام يعني الحاجة التانية برضو او نقطة تانية مزدوج الجنسية ان يكون فيه شرط التنازل عن الجنسية الاخرى غير الليبية يعني التقدم باوراق الترشح هاي هاي اشابهاش واحد داخل وقولك انا كده كده هاجري على بريطانيا لو خسرت يعني ويبقى مصالح ليبيا هي اللي ضايعها في الاخر بالضبط وده كان بيأملوا الغرب طبعا بس يعني شيء غير منطقي وغير مقبول يعني طبعا بالتالي مزدوج الجنسية طبعا هيتخلى عن الجنسية الاخرى ويتقدم باوراق الترشح طيب في حال يعني فازة منفاز وخرج من السباق من خرج من حق رئيس الجمهورية اللي هيبقى منتخب او الفائز في الانتخابات انه يرجع تمام المرشحين اللي كانوا استقالوا من وظائفهم العسكرية او 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 يقدر يرجحهم لمناصبهم مرة اخرى ده بيعمل نوع من انواع الحماية ايضا بالشخصيات اللي تدخل فيها عسكرية اللي هتكون موجودة في سباق الترشح لان ده كان امر طبعا طبعا اهو ده بقى مخيف على امن ليبيا لانه لو ما يبقى عندي لوة مهمة في الجيش وهيستقيل ويترشح بعد كده بقى انا اخسرته في مكانه لو ما اكسبش صحيح ومش لوة هو هيبقى اول جد فيها اللي هترشح لما خلينا نقول يعني نبدي امثلة دكتور مش عايزي اقفز للاسم على طويا طيب الرؤية المستقبلية اللي موجودة عند حضرتك او الاستراتيجية عندنا مصالحة وطنية ليبيا الخميس المقبل بتتصوري ايه اللي ممكن يحصل فيها تمام يعني برضو مش حابة نكون دايما احنا لازم يكون عندنا امل لكن ما يكونش باقة الامل كاملة مئة بالمئة لازم نضع ولو عشرة في المياه يعني ممكن يكون في خارج صياق الامل زي ما يقول ففي اتفاق على ان يكون في مصالحة تمام مصالحة شاملة وكاملة لكن في بعض الاطرار حتى هذه اللحظة اللي بنتحدث فيها يعني بيعملوا خارج مصلحة الوطن وخارج مصلحة سبيل بيعملوا لمصالحهم الشخصية بذا مصر بتطيب من الجميع وتناشد الجميع وترجو من الجميع الاتفاق يعني حاولوا تجنبوا مصالحكم الذاتية والشخصية الآن تمام لنبدأ صفحة جديدة من الاتفاق والتوافق حتى توزيع المناصد على فكرة عشان يكون صرحة أصلي الموضوع ما بقاش خفي يعني الموضوع على الملأ كل شخص بيلعب في المصرح السياسي اللي بالآن يبحث عن ضوء ويبحث عن مكان ويبحث عن شيء فبالتالي كل الأشياء المرجوة ستحدث يعني كل واحد هياخد اللي هو عايز ولكن ما يكونش ده رقم واحد ده يكون رقم اثنين رقم واحد مصلحة ليبيا والشعب بشكرك يا دكتور جدا على وجودك معنا دكتور دينا محسن مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات شكرا جزيلا